بعد يومين من المناقشات في أرويقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد المجلس التقرير النهائي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر اجتمل التقرير على 300 توصية تقدمت بها دول العالم لمصر التي قالت على لسان وزيرها للعدالة الانتقالية إنها تنظر بإيجابية إلى أغلب هذه التوصيات علما بأن مصر تنظر بإيجابية لمعظم هذه التوصيات والتي ستكون محل دراسة مستفيدة وبحث جاد الوزير أضاف أن مصر ستبدي رأيها النهائي في التوصيات بعد دراستها من قبل المختصين وقد حرص وفد مصر على أن يكون الرد على هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لها على نحو دقيق من قبل كافة الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر أبرز التوصيات كانت تتعلق بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ووقف أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من رفض الانقلاب العسكري والتحقيق في جرائم القتل والأحداث التي تلت انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 كما أوصت الدول الحكومة المصرية باحترام حرية الصحفة وحقوق التظاهر والتجمع السلمية وتشكيل منظمات المجتمع المدني ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين كان من اللفت للنظر أن التوصيات التي قدمت لمصر تفوق في عددها التوصيات التي قدمت في المراجعة السابقة لمصر قبل أربع سنوات إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ما يعكس إلى أي مدى وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويتعين أن تقدم مصر ردها النهائي على التقرير قبل شهر مارس المقبل وهو موعد عقاد الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكن الحكومة قدمت عينة من ردها على هذه التوصيات في القاهرة فبينما كان وزير العدلة الانتقالية يلقي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان كانت قوات الأمن المصرية تقتل شخصين في مظاهرات الجمعة بحي عين شمس ومحافظة الفيوم موسيقى